يا مساء الخير يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابع برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى كل أسبوع بكون معاكم في نفس المعاد بنتكلف في موضوع جديد أو مشكلة في حياتنا المشكلة دي بيكون محيرانة وحياة كامل تبقى محير الناس كلها النهار ده بقى أنا عايز أفكر معاكم نسيب كل حاجة كده وركزوا معايا عايز أفكر معاكم في سؤال محيرني جد ومحيركم جد ستات كتير غيري وستات كتير قوي وبنات كتير قوي تسأل سؤال طول الوقت هو الراجل عايز إيه من الست هو الراجل ده عايز مني إيه الراجل ده عايز إيه في حياته طيب تعالوا بقى كده اللف لفة كده ونشوف الراجل بيقول إيه نفسه وستات بيقوله إيه طيب يعني الراجل عايزها تهتم بيه ولا ما تسألوش انت رايح فين وجاي منين الراجل عايز الست شخصية قوية ومسؤولة وبتعرف تشيل المسئولية بريفكس بريمو ولا معتمد عليه وما تعرفش تعمل حاجة من غيره عايزها بتتحك كده واغدبالها من نفسها وست فرفوشة ونعنوشة وامر كده وش يمشع رسود ويمشع رسفر وميكب وحركاته ده اللوعة ولا عايزها شايل للهم وشايلة مسئولية البيت والعيال وتفكر فيك ليل ونهار هتاكل إيه وتشرب إيه وتلبس إيه فعلا هو الراجل عايز من الست بجدد يا حقيقة يعني لو اهتمت بيه زيادة وقالوه وروحت فين وجيت منين وكلت إيه طب أحضر لك إيه ده اهتمام زيادة من الست يقول لك بقى إيه دي خنقاني ومش مدياني مساحتي الشخصية لو هي محتوية بقى كده ويعني محاجية عليه كده وبتحب وبتهتم بيه أما بقى لو كانت الست شخصية قوية قوية بقى ست كده يقول لك لا 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 ده يتقلق منها لا لا دي ست مساهلة لا 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 واللي هي ست بتعرف تاخد حقها يعني عارف حقوقها فين فجأة الراجل يقول عليها دي ست جبروت ست يتخاف منها ليه عشان هي فهمة قيمة نفسها واحتياجاتها وحقوقها تعرف تاخدها طيب لو الست احتاجت له في كل حاجة يبقى مطلع عيني ومش هيلاني همها ليه ونهار ولو الست يعني ما عرفش ما فهمش بتاعي يقول لك دي جميلة دي ما بتعرفش تعمل حاجة من غيري طيب لو أنا باشتغل قبل الجواز ييجي الراجل يقول لي لا لا بقولك بعد الجواز خليك قاعدة في البيت خليك قاعدة في البيت كده ست سلتتي كده وبيدوكي كان في الشغل خمسة ستة أنا هدهوم لك بس تقادي في البيت كده تاخدي بالك من البيت وتاخدي بالك مني ولما نجيب حتة عيل كده يبقى قادرة تزبطي البيت وبعد قبل الجوازة هي بتشتغل وإندبندنت وجميلة وأمر وهو مبسوط بيها أن هي شخصية نكحة بعد الجوازة يعادها في البيت بعد ما تقعد في البيت يقول لك دي مزهقاني وانطهقان الله ما كانت البنت شغالة ونكحة وجميلة وشايلة نفسها ليه عشان كان بيغير من اللي حواليها مش عايز أي راجل تاني يقول لها كلمة حلوة مش عايز أي راجل يشوفها وهي حلوة فإركن في البيت يحطها جوه العلبة والسندوق ويقفل عليها شكرا